مقدمة بسيطة على الفلاك رجستر الفلاك رجستر كل فلاك إلو بت وحدة يعني الفلاك مش مكون زي الرجستر من 16 بت كل فلاك إلو بت وحدة هو مسجل كامل اسمه فلاك رجستر وفي 16 فلاك مثلا وكل فلاك إلها بتة بتة طبعا مش كله مستخدم 16 بت مكون الرجستر عندها ريفيرت بأشر لحالة الرجستر تمام وفي جزء منهم أنيوز مش مستخدمين عندنا كونتيشن الفلاك حجمهم عددهم 6 كونتيشن الفلاك اللي هم الشرطيين يعني بشرط معين بتنفذوا حسب النتيجة حسب النتيجة بتم تغيير قيمة الفلاك من الكنترول الكنتيشن الفلاك اللي هم الكاري فلاك البرتري فلاك والأكسجر فلاك والزد فلاك والساين فلاك والأوبرفلو فلاك تمام رح تشرح بالواحد شو وضعه وإلى آخر وناخد أليهم أنت هذا الرجستر فلاك أول أربعة محجوزين وهي معناهم هذا أوبر فلاك هذا ديريكشن فلاك هذا انترفت فلاك هذا تربت فلاك هذا الساين فلاك هذا زير فلاك هن مش مستخدم هذا البت مش مستخدم اقزيلا رفلاج مش مستخدم هذا البت برت رفلاج مش مستخدم ولك رفلاج اذا هده هما المستخدمين 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 فلاج عنا اذا عدد الفلاجات عنا 9 6 منهم كونديشنال فلاج شرطيين حسب الشرط حسب النتيجة بتتم تغيير قيمة الفلاج واضح اذا احنا عنا 9 فلاج ستة منهم condition حلو الكلام؟ حلو هاي بالنسبة للفلاقات وكل واحد وكيف شغله وشو عمله هو بياخد إما قيمة صفر أو واحد متى بياخد صفر متى بياخد واحد شوي شوي رح نتعرف عليه تمام؟ أو شوي شوي ههاجات هلا بنتعرف عليهم الكري فلاق الكري فلاق this flag whenever that carry out either from D7 after in 8 bit إلى آخره هذا الكلام ما رح تفهموا هيت أنا رح أشرحه بطريقتي الكري فلاق متى بتصير واحد؟ أنا بحكي لكم شايفين هاد واحد زائد واحد صفر وليد واحد واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة واحد وليد واحد واحد بتنزل صفر وليد واحد شايفين هاون؟ صار في عنا after after the bit يعني احنا خلص عنا الرقم هون after the bit السابعة أنا مش رح أكتب رقم طويل يعني أنا كتبت من أربع خانات لو كانوا من ثمن خانات لما يصير عندكم هون هون شايفين طلعتوا باليد واحد زي هيك صفر وباليد واحد هذا بتكون الكري فلاق واحد تمام؟ تمام؟ بتكون الكري فلاق واحد يعني صار عندنا هون باليد في واحد خارج عن الحدود تمام؟ خارج عن عدد البتات اللي عندنا هون مثلا عندي عدد البتات كانوا كلهم أربعة أجت عندي البت الخامسة إذا كانوا عندي عدد البتات تمانية واحد اتنين ثلاثة أربعة خانسة ستة سبعة تمانية أجي هون عندي واحد في المكان التاسع وانا عم بجمع رقمين مثلا وانا عم بعمل عملية الجمع بين أرقام هذا معناته الكري فلاق واحد هلا بس نشوف الأمثلة بتوضح أكثر بس أنا عشان أوضحها أيضا متى بكون في عندي كري فلاق يفضل لما أخذ كيف يعني أخذ واحد واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر 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 شايفين هون في صفر صفر ناقص واحد لا يشوز فبروح بأخذ واحد دائما في أسلوب طرح الباينر بروح أخذ واحد من برة هيك وهمي وبيضيفه هون شايفين لما أخذت واحد وهمي من هون هاي الكري الفلاق بتكون واحد لما يكون آخر رقم أضغط صفر بلا أطرح منها واحد فأنا بروح بأخذ واحد من برة يعني بجيبه وهمي باستلف في حالة إن استلفت من مكان خارجي خارج حدود البتات تابعوني بتكون كري فلاق واحد في حالة إن حطيت واحد على آخر خانة وراء وراء آخر خانة وراء آخر بت وراء آخر بت انتبهوا وراء آخر بت وتكون كري فلاق واحد تمام هنا خلصنا هاي مع الأمثل بتوضح أكثر بس بهمني برضو أنكم تفهموه وأنا عن بشرة يبارت الافلاق يبارت الافلاق قصتها سهلة شو قصتها؟ قصتها after operation المهمة بعد ما تتم العملية ونخلص منها يعني lower order bite checked if bite even number one أوكي lower مهمة كلمة lower lower order bite checked if bite even number one better than one طب شو يعني ما فهمنا؟ أنا بحكي لكم إياها هلأ إحنا عملنا عملية وانتهى الموضوع الجميع طرح إلى آخره طلع معنا جوابك الآخر واحد واحد صفر واحد 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 صفر مثلا طلع معي هذا الجواب هذا الجزء هو اللور وهذا الجزء اللي هو الأبر يعني هذا اللو وهذا الهاي بشوف اللو إذا عدد الواحدات زوجي الbertary flag بتكون واحد إذا عدد الواحدات فردي بيكون الbertary flag صفر وأنا بحالة شو عدد الواحدات مالهم فردي صفر لو كان هيك الرقم هذا اللور وهذا الأبر هذا اللو وهذا الهاي عدد الواحدات زوجي بيكون الbertary flag كم قيمة واحد أوكي وضحة هاي تمام يلا نكمل auxiliary flag قسطو صحلة auxiliary flag if the carry from 3 2 D3 2 D4 operation بتكون واحد كيف يعني أنا أحكي لكم كيف يعني نجي واحد واحد صفر واحد خليها هون واحد بس واحد صفر واحد صفر كم خالي واحد 22345678 بدي أخديهم 188 أنا عنده واحد صفر واحد 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 صفر واحد صفر مثلا هاي وجمعت شفوا عليه هاي هون بدي أقسمهم من هون شايفين هذا الحد بالوسط خليكم عينكم عليه تمام عشان تفهموا القصة واحد زائد واحد صفر وباليد واحد واحد زائد واحد صفر وباليد واحد ثلاث واحد واحد وباليد واحد ثلاث واحد وباليد واحد تمام شايفين هاي الحالة خلص أنا وصلت للبديا وصلت للبديا أنا بس بدي أدور على كيفين عنده هون لما صارت حنا أخذنا حطينا هون هات الخانة فهاي الخانة باليد في النصفة آخر اللي قزره تصير واحد أوكي يعني إحنا قسمنا الرقم بالوسط يعني من النصف أربع خانات هون وأربع خانات هون وعذا كان تمانية سلسطعت ثمانية هون وهذا الحد الفاصل بيناتهم لما ييجي اللور يعطي الأبرا واحد معناته اللي كزره كريف لاق واحد أو إذا استلف واحد واحد صفر صفر واحد 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 صفر واحد صفر واحد هاي هون ده أطرح صفر صفر هون خليها هون برضو عشان أريح نفسي صفر هلأ هون بده يستلف من جاره من هون رح تصير هاي صفر هاي تصير واحد صح وهاي رح تصير واحد هلأ لو تلاحظوا هون تمت عندي استلاف بين هاي البتة الثالثة والبتة الرابعة اللي هي اللي بتفصل اللور عن الأبر عن الهاي فشايفين لما صارت عملت الاستلاف هون بتكون لو كان عندي تمن بي 16 بيت هاي هون تمانية وهون تمانية إذا هاي البتة احتاجت من هاي البتة واحد في عملية الطرح بتكون الليكزري واحد إذا هاي البتة في الجمع لما جمعتها أعطت واحد للجزء الأبر الهاي فتكون الليكزري واحد اتوقع يعني وضحت بنسبة مليحة وضحت بنسبة مليحة يعني ممكن مش مية بالمية بس ولكن عند الأغلب ممكن وضحت طيب يلا نكمل zero flag zero flag هاي سهلة لما تكون النتيجة صفر بتكون zero flag واحد يعني أنا عمدت عملية الطرح لنفرض واحد 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 طرحتهم البعض فكانت النتيجة كلها أصفار الريزلت شو ما له؟ الريزلت صفر إذا الريزلت صفر الزيرو فلاق بتكون واحد خلص يعني هي هذا هو يعني بالآخر محتواها تمام؟ هاي سهلة سايني فلاق سايني فلاق من أسهل الأشياء اللي عنا سايني فلاق نجيب الرقم واحد 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 صفر واحد واحد صفر نتفرج على آخر بت هون إذا كانت صفر معنات الرقم ماله موجب إذا كانت واحد معنى الكلام إنه الرقم ماله سالب واضح هاي بالنسبة للساين افلاق تربفلاق قصتها برضو سهلة بيحكيينا إذا كانت ست شو معنى ست يعني قيمتها واحد معنى الكلام بدنا ننفذ execute one instruction عدتا بدنا ننفذ تعليمه واحدة في الوقت الواحد تمام؟ يعني إنه تعليمه واحدة في الوقت الواحد إذا كانت قيمتها كام واحد وبعدين خلاص غير ذلك بتستخدم في الـ debugging process يعني لما نعمل debugging عشان نعرف وان الخطأ ننفذ تعليمه 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 فغالباً تستخدمهم الـ interrap flag بتست إذا كانت واحد معناته مسموح إنه نعمل external نعمل interrap قطع external وغير ذلك بتكون صفر تعريقشن فلاق هاي تستخدم بالـ strength عشان نحدد الاتجاح اتجاه القراءة حركة النص من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار بس يعني مش كثير بتين إحنا بهمونا بالعمليات الرياضية الكري والبرتري والإكسلري والساين والزد والـ overflow طبعاً الـ overflow flag هاي بعناها فائض شو معنى فائض أنا أحكي لكم 1-1-1-1-1 1-1-1-1 لما أشمعهم 0-1-1-1-1-1-1-1-1 كم عدد خاناتهم هذو الأربع؟ الجواب كم عدد خاناته خمسة؟ فهذا بسموه overflow فاض عندي يعني هو بسع الرجستر اللي نفرض الرجستر بسع 16 بيت طلع عندي 17 بيت فهذا فائض الرجستر بسع 16 طلع عندي 17 الرجستر بسع 32 32 زاد عندي أوكي هذو الـ overflow واضح هاي هي كل قصة الفلاقات مبدئياً طبعاً هاي تمام تمام نيجي نكمل نكمل هون عن الفلاقات برضو بس إيش بسيط بحكي لنا عشان نستخدم الفلاق الفلاق في عملية البوش في البوب كيف بحكي لنا بوش فلاق أوكي أبوش فلاق معناته كوب بفلاق الرجستر يعني ننقل الفلاق الرجستر كامل مش الفلاق الرجستر كامل يعني هادا بكبره هادا بكبره كله الـ overflow والداريكشن والبريتري والأكزولاري والآخره والكري وكله كله كله ننقله بكبره لوين للستع تمام شو منحبه بوش فلاق بوش إف معناته أنقلية تمام مثال copy the contents of the flag register انسخ محتويات الفلاق الرجستر للرجستر AX ما بقدر أنسخه شو بعمل بعمل بوش فلاق بنقل الفلاق الرجستر كله للستاك بنقله للستاك بعدين بعمله بوب وين بالAX وين انتقل إذا انتقل من سارة الفلاق الرجستر وين موجودة في الAX يعني أو محتوياتها تمام احنا شو عملنا عندي فلاق الرجستر هايو مكون من 16 بيت تمام نسخت محتويات وين حطيتها بالستاك اخذت مكانها بالستاك على خانتين تمام بعد ما اخذت مكانها بالستاك عملت لها بوب بوب وين في الAX فنزلت عندكم بالAX القيمة الاولى بعدين القيمة التانية فنقلنا محتوياتها من الفلاق الرجستر لوين الAX واضح بس عملية البوب بوب بفلاق عملية البوب بفلاق هاي هون بوب AX يعني بوب اخرجنا للAX هلا هون بوب بنا نخرج للفلاق يعني الفلاق يعني تخذن القيمة بالفلاق كوبيدا استاك انتو فلاق رجستر يعني اخذت المحتويات الاستاك بالفلاق الاستاك بالفلاق شوف كلير فلاق بت عندي اللي فلاق رجستر هي فلاق رجستر فيها 16 بت وفيهم قيم واحد اتنين واحد واحد متش اتنين اوكي واحد بدي اصفره كله بدي اصفره كله هيك حقولكم هذا الرجستر كامل صفروا لي كيف كيف اصفره كيف اصفره كله شوفوا الطريقة بحكي انقل اعمال عميد التنقل حط اصفر في ال ax حلو حطنا اصفر في ax اذا ax شو صارت هاي صفرين وهاي صفرين وهاي رجستر فلاق في واحدات واصفر بعدين حكيت push ax شو معنى push ax معنات انقل محتوى ax لل stack فصار هون صفرين وهون صفرين حكيت له pop f شو معنى pop f معناته انقل محتويات الا stack لوين لل رجستر فلاق فصار هذا كله اصفر وكبره كله اصفر 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 فصفرته واضح يعني معلومة بحس هبس معلومة مش اكثر بس ممكن استبيد منها واضحة هاي هي القصة فقط لا غير